السلام عليكم و مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله سنشارك معاكم كيكا صغار كيجي وراقين في الشكل سهلين في التحضير بمكونات بسيطة واقتصادية غير ببيضة واحدة تقدروا تحضروا هاد الكيمية فخليكم معانا باش نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير نبدو باسم الله سناخذوا ببيضة واحدة تكون بدرجة حرارة الغرفة سنضيفوا عليها سكر الفانيلا سبعة جرام ونص سنضيفوا نصف كأس السكر حبيبات قبيصة الملح ونخلطوا المكونات مع بعضهم نخدموا البيض مع السكر مزيان باش يدوب نبقى ونخلطوا فيه حتى نشوفوا السكر داب باش كنعرفوه داب مليك يتبدل او كيتغير اللون ديالو اللي بحال هاد الشكل هادا سنضيف عليه نصف كأس ديال الزيت النباتية ونخلطو مرة اخرى باش كينساجموا المكونات نصف كأس الحليب بغيتوا تضعفوا الكمية كديروا كأس من كل حاجة ونضيفوا طبعا جوج بيضات سوف نخلطوا المكونات مع بعضهم حتى نساجموا نضيفوا البرمي سيلت الشوكولة نحتاج ثلاثة ديال ممالك كبار نضيف ممالك كبار ونضيفوا طبعا جوجة اضغطوا في الكون ونضيف ممالك كبار نضيف ممالك كبار ها ن mg نضيف حلاؤلات نستطيعها نضيف حلاؤلات دقيق نضيف الدقيق التقاق نضيف حلاؤلات نضيف ندخل الحلوية الضيف الخامير نستمر بالخلط لتخلط الخميرة مع دقيق و الخالط كامل نضيف الليمول نضيف الليمول اضيف البابي كويسان نستمر بفرم قطعه و ندخل وحدة في وحدة لكي يأخذوا الحجم أو الفورما يسهلوا علي الخدمة بثاف بلا ما ندهنهم و نبقى عد كنا نرش بالطقيق و مهم لما توفرش عندكم تقدروا تدهنوا بالزبدة او لب الزيت و ترشوهم بالطقيق نكمل الوحدات كاملين او الحبات بها الطريقة هذي رهها سهلة دبا قد نأخذ الخالط ديالي باش غدي نفرغو فليمول كيف ما كتشوفوا القاوم دياله هو هذا غدي نحاول ان ننزع في كل وحدة القياس ديالي مع القاونس تقريبا كتجي في كل وحدة ما تعمره مش بزاف لان مازال غدي يطلعو و غدي يتنفخو في الفرن وفي هاد الأتناء راني شعلت الفرن ديالي كي يسخن على 180 دراجة سوفي غدي نبقى مسته مرة حتى كنكملهم او كنعمرهم كاملين بهات الشكل إذا كانوا عندكم ليمول بزايد تقدروا تديرو كيف ما قلت لكم الكيمية مضاعفة او لعلا حسب عدد الأشخاص او للا كان شي مناسبة او لضياف جينكم بزايد تقدروا تديرو كتر من هاد الكيمية انا درسغي القياس ديال السستة هما اللي عندي وبيضة واحدة صافي كافيني هاد القياس هذا صافي غدي ندخلهم الفرن دبا غدي ناخد باش نوجد الكريمة خليز كأس ديال الحليب اللي وضعته في واحد الكاثرونة وغادي ناخد 50 جرام تقريبا ديال الشوكولات الشوكولات من المل احسن يكون من نوعية ممتازة باش كي يحتاج واحد المدق غادي نضيفه على الحليب وغادي نزيد عليه معلقة السكر معلقة ديال النشا او المايزينة ومعلقة الكاكاو وغادي نخلطها دمو كونات مزيان بالفوين مزيان باش كي يتطلق هاد الكاكاو مع المايزينة باش ما يلسقش لنا في القاعد الكاسرونة صافي حتى كنشوفهم تخلطهم مزيان كنوضحهم عاد على النار مع التحريك المستمر والنار تكون مهيلة كنضيفه واحد القطعة ديال الزبدة باش كتعطيهم واحد اللون زوين من كي يبردو كتعطيهم واحد لابغيونس للشوكولة صافي من بعد ما صافي تجمع لي هادك الكريما كيف ما كتلاحظو كتجي على هاد القاوم هادا ولكيكات ديالي اها هوا ما دو وجدو اخدو ثلاثين دقيقة على مياء وسبعين دراجة في الفرن صافي خدينا نديمو لهم نحيد لهم البابي كويسا بكل سهولة رهما كيلي هكا ما كيشدوش مع هاد ليمو هادون عمري ما استعملتهم قلت من الأحسن ندر البابي كويسا يهكا ما نكونش مشو يلسقو او شي حاجه حيث خفيفين قلبوهم على الدهر ديالهم بغيتو تزينوهم في الوجه كيبقى اختياري انا غدي نعمر هاداك الفراغ اللي كيكون او الوسط اللي كيكون خاوي في الوسط قلبوهم على طهرهم بغيتو انتو ما تخليوهم هكا او لا تديروا لهم شي تزين خاص بكم تدهنوهم بشي حاجه كيف ما بغيتو صافي دبا بعد ما قلبتوهم على طهرهم ندير هاداك الكريمة في واحد البوش باش يسهل عليها ونحاول اننا نعمره الوسط بها الطريقة هادي كريمة ما زال شوية دافية مازا ما بردتش بزاف ولكن ماشي مشكل باش من نربح لوقت صافي دغية صاوبتهم نحاول اننا ننقدوهم هادي ناخد دغية بدهر دلمعلقاء ونسرح حكا باش من نبسط هاداك الكريمة صافي من بعد ما خليتوهم بردو كيف ملاحظتي وليت كندير لهم اللي كاكاويت او الكاوكاو عفوا كاوكاو مهرمش مع الجناب هاداك اضافة لدزين او اللوز او بيستاج او اي حاجه كانت عندكم المكسرات اللي بغيتو ودائما دزين كيبقى اختياري على حسب شنو ما كان عندكم شنو ما توفر ولا حسب الرغبة وعلى حسب الشهواء دائما انا غادي نحاول نعمر الاطراف بهالطريقة هادي جنيبات كالسقهم على الشوكولات منين فكرت انا ندير هكا شوكولات عفوا نصلا درات اللي فاتلي كاوكاو عمرت لهم الجناب كاملين ما خليتش غال وسط زيت تسري حسا هاداك الشوكولات انتو ملابغيتو تخليوا غال وسط هكا كافي تديروا القرقاع او البستاج كيف ما قلت لكم دائما كيبقى على حسب الرغبة ولا حسب الشهواء لدي واحد تباسلات ديال الكاغيت كنت اخذتهم من اكسيو هادو راهم كاينين وهاد المنيدلات ديال البابي كيجو زوينين لتقديم كيعتهم شكل زوين فيهم غادي نقدمهم ان شاء الله شهو هادو راهم رخاصين بزاف تمانديا لهم شستين ولا سبعين سنتين ما كاملش اورو كان هاكا نحتاجهم لتقديم ديال الحلويات كيف ما كتشوفو كيجو راقين كيجو زوينين هكا لكانوا عندكم ضيوف ولا شي مناسبة ولا اي حاجة او لكنتو غاتين عند شي حد تقدروا يسديوهم معاكم في ديكم مثلا معروضين او الا عشية ولا هكا القوتة ولا شي حاجة تقدروا تحضروا بحال هاد الكيكات او حتى لهم نتمنى ان شاء الله تنالوا اعجابكم وتجربوهم راهم كيش وزوينين وخفافين من الداخل نتمنى تجربوهم وتردوا عليها على هاد الفيديو ان شاء الله وصلنا الى نهاية الفيديو ومقلية الى نقول لكم شكرا لكم بزاف على حسن المتابعة وكنشكر الناس اللي كيخليوا لتعليقهم وكيخليوا للايكاتهم ولي كيزيدوا يشجعوني كنقول لهم شكرا لكم بزاف واللي مازال ما مشتركش في القناة كنقول لهم مرحبة والف مرحبة وهد شي اللي كالبنات خلتكم على خير الى فيديو اخر ان شاء الله ووصفة اخرى وما تنسوناش بوحد تعليق زوين لا عجبتكم الوصفة من طبيعة الحال ولا كنتوا متبعيني وقي عجبوكم وصفاتي بغيتوا شي حاجة تحت طلب ديالكم ما تترددوش مرحبة والف مرحبة منقدرنا نوجدها معاكم والسلام عليكم